عيد الخوف من كورونا يدوب في نفوس الجميع عديد الإصادات المرتفعة تعني أنه لبنان دخل المرحلة الثالثة من التفشي المجتمعي وقد تتطور بسرعة كبيرة نحو المراحل المقبلة عندي كذا سبب عم يخلي القرام تزيد عندي بلبنان في نسبة غير ملقحة في فيروس مبين بالعالم أنه عنده سرعة انتشار بعد أكبر من الدلتا لفسر لي هالفزة اللي مبينة عندي وبينت بكل أوروبا ونحن مطارنا مفتوح معلش يعني ما كل العالم تعرف بالنهاية وثلاثة في عندي بالمدارس أولاد عما يختلطوا أكتر من غيرهم بغير محلات وبالتالي عما يرجعوا صار عندي بول صار عندي خزان ناس فيها تنشر العضوة الولد حتى إذا صح بقدر يعد أهله يعتبر المتحور أي واي فور بوينتو أي النسخة المنقحة عن متحور دلتا الأسرع انتشارا حتى اللحظة وينتشر بشكل كبير بين طلاب المدارس بسبب عدم تلقي ما يوازي 40% منهم اللقاح في نسبة كبيرة من الولاد والمراهكين يلي عندهم الحقية بإنه ياخدوا اللقاح مش عم ياخدوا وهالنسبة كبيرة يعني عم تحكي تقريبا من 40% مالنا مزح نحن رجعنا بعثنا الولاد عالمدرسة وعرفين إنه البيك بيرجع مأخر شوي جمعتين لتلات أسابيع لا يرجع يبين في المستشفيات تمتلئ أقسام كورونا من جديد في وقت يقف النظام الصحي على مشارف الانهيار فهل تكون اللقاحات خلاص اللبنانيين؟ اللقاح لا يحمي بس لا يحمي من إعادة التقاط المرض لا يحمي من العدوى بس يحمي من الاستشفاء ويحمي من الموت وهي دي النقطة الأساسية عندي وبي لبنان كتير أساسية لأنه أنا مشدود على أقصى النظام الطبي عندي بقدرته على مواجهة موجات كبيرة إذا أنا جيت وعملت واجبيتي وحميت الشريحة اللي معرضة تفوت مستشفى وتعوز كل هالمعدات وتعوز إدوية ما عندي إيهن وتعوز جسم طبي صار مشدود وتلت تربيع أفل أنا ساعتها بدي أحميهم ما يعوزوا استشفى ما يعوزوا استشفى يغضوا لقاحاتهم الحال إذن في التلقيح فبين صفوف المرضى كورونا وإنفلوينزا ومشهد عيد السن الماضي قد يتكرر إن لم تتخذ الأحتياطات اللازمة